اشتركوا في القناة لبناء الكعبة وقصة التحكيم دوتها قناة دي بحلقات الحلفة كفلنا عسر كلي لا كفلنا عسر سرستة حلقة رقم 13 دي مدتها قلي دي بسيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة نشأ صلى الله عليه وسلم منذ سباه سليم الأقلي وافر القوة نزيه الجانب فترعرع وشب ونضج وهو جامع للصفات الحميدة والشيام النبيلة فكان طرازا رفيعا من الفكر الصائبي والنذر السديدي ومثالا نهائيا في مكارم الأخلاق ومحاسن الخسال امتاز بالصدق والأمانة والمروءة والشجاعة والعدل والحكمة والعفة والزهد والقناعة والحلم والصبر والشكر والحياء والوفاء والتواضع والتناصح وكان على أعلى قمة من البر والإحسان كما قال عم أبو طالب وأبيض يستسق القمام بوجهه بوجهه ثمال اليتام عسمة للأرامل وكان وصولا للرحم حمولا لما يثقل كواهل الناس يثقل كواهل الناس يساعد من أعدم العيش حتى يسيب الكسب وكان يقل الضيف ويعين من نزلت به النوازل وقد حاطه الله بالحفظ والرعاية صلى الله عليه وسلم وبغض إليه ما كان في قومه من غرافة وسوء فلم يجهد أعياد الأوثان واحتفالات الشرك ولم يأكل مما ذبح على النصب أو أهل به لغير الله وكان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزاء فضلا عن مس الأسنام أو التقرب إليها وكان أبعد الناس من شرب الخمر وشهد الملاهي حتى لم يحضر مجالس اللهو والسمر ونوادها التي كانت متنزه الشباب من التقى الأحبة في مكة هذه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة النبي صلى الله عليه وسلم قدما بعثت ربي سبحانه وتعالى رسول ونبي أندي وديوه قبل البعثة قبل ما يبعثه بالله سبحانه وتعالى رسولا ونبيا كفعلة النبي صلى الله عليه وسلم من أشوه عقله حكيم ولابب عقل السنة على قلوه وراشد ونزيه على سكمة أباطح قبأة ومكلف قبأة وناس قبأة من أشو لصفات نجابة وصفات فروسية وصفات شجاعة صفات أمانة صفات أخلاق الحميدة لإنسان للحد التي تتحمد صفات كاين لأن النبي صلى الله عليه وسلم تتوفر على ومثال على طقاي على هايباي كريم على لاقصنيت على محاسن أبوانت على تقوله مرؤة وشجاعة وعدل وحكيم وعفة وإلا كل رأيناها كفو حتى بناية حكيم قبل شوية كفاء على يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفات نجابة وإنسان حيئ على برضه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيئ على طقاله ووفيء على مموعد من قبي وبتوادع من قبي وبتناسح من قبي ناسح وسادق وأمين على صلى الله عليه وسلم وكان على أعلى قمة من البر والإحسان كمثال يومة إنسان أعمال بر وفضيلة وإحسان وخير لقل آخرين بمروت وبإيمان وباحتساب وبتأقوت وبسنيت للتصفات صلى الله عليه وسلم كمسره أمه وأبوه أبو طالب بيت بيلا ديبو وأبيض يستسقي القمام بوجهه ثمال يتامى عسمة للأرامل قطع قط دلام وقد قيمة مسل على كمك كل يوم أيتام فت على أيتام كفل على أيتام الهيب على وأرامل دي سلم وت قلال لقبات حد قط لقبات دي بيتيم و دي بأرمانات قنات على النبي صلى الله عليه وسلم ولا كرمهم ولا هيبهم والرحمهم وسديهم ولا عاونهم على صلى الله عليه وسلم ده بيلا لبيتنا يشعر بيلا أبو طالب دي من النبي صلى الله عليه وسلم وكان وصولا للرحم الصلاة الرحام على تقلو حمولا لما يثقلو كواهل الناس يعني يبدأ دام لكبد وقدام لي يقدروا وظروفهم دور تأكي إنسان منبروه ظروفه معيشته حالته لثعب من التعليق للنبي دي فيديوه مدوه تهليق النبي صلى الله عليه وسلم حقود الأراض تعالى وحاقل والتركب وأي ظروف قلوه حصلت منقبي النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلف ما تعالى دي با سبلو سدو دي با سبلو ساهدو ولبسه بلا فعل خير لو عدوا صلى الله عليه وسلم كمسالي هما ربي سبحانه وتعالى حفزيه بعنايته وبرعايته وقدرته جل جلاله وإي حاجات يكيد كاين ما كرهات كاين فترة لتأبياء عقل سليم للأبياء ونفس راشدت لتأبياء كاين ربي حفزيه كالخرافات العدل والدول علىه والشركيات ديب أعيادهم ماتي على ديب عرفاهم عندما تباكم شاركي على وديب احتفالاتهم شاركي على كمساليه كمان حردو بسم الله وبحلال اللي تحردت وبقبيل اللي تحردت غل أنساب غل أسنام وغل قلي لتحرد العلد اللي يبال عاملنا وقال ربايا على كمساليهو كمان لمحلو وقسم وحالفوت وقالات لسنام للعبودة علو ألات والعزر للعبودة معلو قريش كمسال آلهات من دو دوام بلح عالفا علو اللي حلوف ببيكو وفتياي على وسمعته ولا سمعته لأسمايهم نوس فتياي على سمعهم ياعلا والأسمايهم فتياي على ولمحل بهم ياعلا ونقول له كله ربي أعسمه على صلى الله عليه وسلم وكان أبعد الناس من شرب الخامر كمساليهو مستي خامرت من رأس مر رجيم على من ملاهي تلهية أي حاجة يعني نفس اللي يتفتياه ومد دي مرؤة لا تخدش النبي صلى الله عليه وسلم رجيم من علاء ومجال السلهو ولا سمر لا لي دي بنواديهم لساهرة دي بعلو والتلهو علو والاجتماع علو متنزه إنها الشباب على دي مكة كلهم لألين اللي اجتماعوا فقروا التنواديهم شعرهم لبلو والتلهو ودو اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربع عسمه من علاء يحضروا ويوديوا صلى الله عليه وسلم اللي عسل سرس حلقت دي بإلا كله سامه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصلوا ونشأتوا أحوالوا قبل النمو وشرفوا لنصيب وقبيلتوا وأسرتوا دي بتهاجينا كمساليهو لمولدنا أيو وأيات أبا دي بنسعد أنتوا بركات الردعات لنا أيو كفاعلات كمساليهو برضو عبيبو أمو ولشق لنا يصدر لنا يؤلم كل انتها قينا دي با وسوفروا سك الشامل سافرة وحرب الفجار وحرف الفضول وحياة العمل وسوفروا سك الشامل سافرة كمساليهو داويوم الخديجة كل تها قينا دي بو كتحكيم واذهيني إلا حياته كبجل بيسأل علاقة دي بل أنتهت لكفلة متئرها اللي دي با إن شاء الله بإذن الله عز وجل النبوة والدعوة ومقدمات النبوة وتباشير السعادة دي بان أتي بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة